بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الزلف اللوين حباي بقلبي إن شاء الله الفيديو تالي يوم تلقاكم كامل بخير على اسلامتكم على اسلامتكم معايا في فيديو جديدة اللي دايما نطلب منكم ما تنسوش تديرونا على لايك والناس اللي مازم يشتركوش في القناة يشتركو وتبارتاجوا الفيديو من يوم عندنا وصفة بزيف شابة تا هاد الخبز التار بالسميت ويجي اي بانج يجي قطن يجي بنين 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 ويجي يعني بوحدة الوصفة مخالفة هاي البزافة الخبز التار وحندير معاكم وصفة تاع اللوبيا الحمرة اللوبيا جريني تاع ليباكي يعني اليبسة كندرت معاكم اللوبيا في الصص وهم ديروه تاع ليباكي يقعدوا معايا روتين خفيف وضريف كي ما راكوا تشوفوا هنا حبيت سنبارتاج معاكم الافيسل تاعي كيفاش تخرج من الافيسل من التغسل اواني كما راكوا تشوفوا بعدما كنت درت لها ننتخلتيا بزيف شباب بدرت لها تنظيف عامق بارتاجيتو معاكم اللي ما زال ما شافوش ما زال بزيف اني تلقى اسئلة وعليش لاماشين تاعي مش تغسل المليح يبا روحوا وشوفوا الفيديو اللي درتها لكم بتاع الانتخلتيا باش لما معلات تاعكم يخرجوا لكم هكدا قلتلكم حاجة لازم تكون نضيفة باش تغسلوا فيها ويخرجوا لكم معناتكم انضف اليوم عندنا اللوبيا الحمرة اللي تتبع في ليباكي حنطيبها باللحم وجي بنينة 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 شوفوا البنات اللوبيا مشي كما اللوبيا فصص اللي نفصوها اللوبيا تاع تفصص هاديك منغلي وهاش هاديك نطيبوها دي غا كتنو اما اللوبيا الحمرة اللي راه يتبع في ليباكي هاديك لازم نشمخوها بيتوها ليلة كاملة في الماء ونخبوها سواء في الكنجلاتر ولا غد من ذاك نطيبوها اذا جبتها من الكنجلاتر ولا حطيبها بعد ما تكوني شمختيها ليلة كاملة في الماء لازم تغليها باش نغليوها كي ما راكوا تشوفوا ديجا كي تحطوها في الماء ذاك الماء وليك يشغل حليب تبدأ تتلقى هذوك الرغاوي نحيو لهم هذوك الرغاوي غل وخفيفة يعني مالشي حاجة كبيرة نحيلها هذيك الرغاوي هذيك باش ما توجعناش في الستومات تعنا ويجي ابنينا وندوزنها كي ما راكوا تشوفوا اختكم قلت لكم انا اللحم بقري نطيبو مباشرة من الكنجلاتر من سنه يدي كنجلي من دي كنجلي في الميكرو دونك حطيت اللحم التاعي دي غاكتو مولي جبتو مكونجلاتر في شوية الزيت بيانسوغ في الكوكوت مينوت لازم نطيبها في الكوكوت مينوت جيبنينا ونربح الوقت ويجينا ملب بيا والحم بقري تعرفوه يطول في الطقاب دونك غير الكوكوت مينوت اللي اتسلي كده لابصل زدت عليها واحدة ربع بحبيبات لابصل انا عندي لها لوبيا بصل بالطوماتيش لابصل تحبو تقطعوه جوانح تحبو تقطعوه في الرقيق تحبو تقطعوه يعني عادي نسانسي الماترابي واش الدوزينة ملح ففل كحل وشوية عكري ودتلا شوية تاع le poivron concentré والاماجون الففل الاحمر اللي كنت خدمتوه معكم راهي الوصفة كينا في القانت لكوكوت هايليك شوفو ملح معجون عن نخدم به لساس وشو نقولكم واحدة لبنة وحطت عليها بيانسور لاتومات لساس طومات اللي كنت كدليك خدمتها معاكم نخي قولي كني خبأ يلقى هاني خبيت وعني نلقى كوشوية جد نقلي كلش كيمارا كوتشوفو ونزيد نحط عليها هادي كله بياني كون صفيتها بياني كوردو بيانكم تشمخوها بالماء بارد يعني كيمارا هي تصفوها بارك ميقيساش الماء بارد باش ما تقرسلناش باش ماتي باش نزيد نقليها حتى هي ونمرقع عليها تخيب يانكم يفو بالماء مغلي جوز سوين مكتوب ماكسيموم تعلى كوكوت يعني قسمة يضغط علي ذاك الحم ونغلق عليها كي ما راكو تشوفو اخوات دي عاني توجور نخدم بلا كوكوت السب ناس اللي دو لكوكوت السب مقبل شافوها عندي كون جبت لكم العرض تحا بلوزير فا من عند ياسارا ماركت اللي جبتها بالاحجام تاع سي لتر ولا كات لتر فيها لجوان تحا فيها لكوفر كذلك مع الكوفر كذلك وفيها لباني مع لبيت تحا بيش طيبو فيها الخدرة ولا تفورو فيها الحاجة تاكم دونك لبخي تحا هو 23 مل دينارز جملة نتلتمية ويزيدو لكم معاها لكادو اللي هو انصم دو 6 كاراف شابين حتا فوق تابلا pour لبواصن يعني تاواكم العرض هادا مزالو مستمر تاع ياسارا ماركت علش نحب أنا لكوكوت تاع ياسارا ماركت لكوكوت ألسب شوفو كي تكون تخدم لبنات عندكم هاداك لبوطنجون كي يطلع يعني كي تبدأ تخدم وتتغلق لأفابير الداخل تبدأ طيب بسو سيستام أفابير يطلع هاداك لبوطنجون هاداك القفل الأصفر هاداك هنا معناها كل شي راهو على ما يرام يعني كل شي يمشي تخي تخي بيا هنا ما تخافش انت كي تكوني طيبة توجهر معينك لبوطنجون طالع تخي بيا إذا قدر الله بعيد الشرك اش ما حاجة حصل تبوش هاد الداخل هاداك لبوطنجون ما يطلعش يهبط وتولي لأفابير تخرج من الكوة إلى خار وين كايين نريقلي لأفابير ولا نطيبو يعني بالضغط تعال الحم ولا بلأفابير يعني هادا سي لدوزيم سيستام تسيكوريتي وإذا كان بعيد الشرز تقدر نزيدو كذلك يتفتح البوطن تخي زيم اللي هو التخي زيم سيستام دوكي سيكوريتي اللي جاي أكوت يعني مع الكوة ألسب مستحيل أنه الكوة هذه تدلك أي مشكل وبعيد الشر ما يكونش أبدا الانفجار على هادا اللي نحب لأن يعني نهدر عليها ونأكد عليها تدوها على أرقام التليفون اللي حبيت وتزيدو تدو أمكان أرقام التليفون ياسا غاماركت توصيل بين سيكونت ويولاية توصيل مجاني لحقها لكم حتى الباب الدار سيغتو كي دقل لهم جبناها من عمي ريسا كاينة بصاحت كوميدا ديتوها والإنسان نازمي يعرفوا شخير في دار وهذا حواج إنسان ما يلعبش بيهم وهذه اللي اللي الله الله وش نقول لكم جات مع السلة جات بنينا هذك اللحم كيف اشتها بزبدة هذك اللوبيا كيف اشتها الخاترة كيف اشتها من ملبية ومعسلة شاهدكم في الصحة وفينا تطلع الله يعطيكم الخير إن شاء الله في وجهكم ديما جيبكم معامر وديما كما يقول كريشتكم سخونة مكرة بنينا وفي صحة إن شاء الله تديرو هاو تكونوا فهمتوا الوصفة اللي هي كانت اللوبيا حمرة اللي تتبع يعني يابسة جيف لباكي ودرك البنات نروح الوصفة تع خبز الدار وش نقول لكم خبز الدار بس تسميد واحدو يجي هايل يجي خفيف ويجي بنين بس ف علغ البنات بالكيلة اللي حبيتو كيلو زوج كيلة تسميد مرتب متوسط كيكون مرتب خير وخير مغارف صغر منو من درنا مغارفة كبيرة تع خميرة الخبز مغارفة السكر ديرو سانوج ديرو جنجلان ديرو حبيت حلاوة زرارة على الخبز وش حبيتو ديرو عكو شفتو ينكو يغاسوب دولوفيق بولانجر ينكو يغاسوب تسيك وشوية تع غران نيجل غران سيزام عكو شفتو نخلطو كلش هادا ما كان والملح ديرو على حساب انتو ما تذوقتكم انا دير جنجل مغارف صغر يعني قسم مغارفة كبيرة تع الملح اللي ملا جينا تعي كمارا كو شوفو بلا منزيت حتى حاجة وحد اخرى يعني مندير لا زيت لا دان لا حتى حاجة شوفوا منيح الوصفة هادي راهي من الوصفات اللي نحبكم تديروها وتخبوها في عينيكم لانك لما تحطي خبز الدر في الطبلة تعك صدقيني حد حسي روح كمارا ونصف الدر انا يعني نهدر لكم وش نحس بكم خبز الدر بسميت حاجة هيلة وحاجة فخرة اللي كنتي لمي لعجينا تعكي ما شفتي هكذا غطي هذي هانساشي وخليها دوكوتي دوركالي عندها بيتخا اللهم اصلي النابي اللي ما عندهاش تخدم بيدها تخدم بالباتر اللي يساعدها انطلع هنا بالباتر تاع البيتخان ولا بالفوية تاع البيتخان حبيبابت زوج مغارف كبار تاع زبدة انبومات مارغارين انبومات ريا وربع مغارف كبار تاع زيت ولا ربع كاس تاع زيت نزيد معهم مغير فا صغيرة تاع اللي فيغ شيمي كخميرة الحلوة انبتيت كوير ولا نصبا كخميرة الحلوة هاد لزنقريديون حنطلحهم النج حنطلحهم يعني كما كي نخدمو انبتو انصاب لي ولا اللي ما عنداش بيتخان تطلحها بالباتر كي ما قلتلكم المهم نضربو ملاح هذيك الزبدة الطرية لازم تكون اتمبراتور ambiant ومع الزيت وحبيباب بيت وكي ما شفتو مغير فا صغيرة تاع خميرة الحلوة نضربوهم بيا حتى نتحصل على هاد الخالد ميلانش وشون غولكم يعطيكم واحد الخفا لخبستاكم عجينة انتخوتو كانت ريحة تخليتها ريحة واحدة اربعة ساعة قسمها يعني تتفاعل وتتخمر هذيك الخميرة عندكم تحطو هذيك العجينة كي ما راهي مع هذيك الميلانش اذا خدمتو الميلانش واحدو في باتر تبدو هو تدخلو على الباتر تاعكم عندكم لشوى اللي عندها بيتخان راهي تخلط كلش وتعاود تنحي هذيك الفو ودير لكروشي واللي خدمت بالباتر العجينة ترفض من غي سيبيون تحاها هذيك الخالط وتدخلو مع العجينة تحاها يعني شوفوا لازم من الباتر يخدم لازم تعاونوها مش يتحطوه يخلط وطرح وتنساوه لازم تعاونو ساعة تحركو بيتكم ترفضو وشكين تحت طلعو للفق شوفوا هنا العجينة كيفش يعني تحلطت كامل مع هذيك المادة الدهنية اللي طلعناها انج شوفوا لازم هنا كيفش يعني نعاون في الباتر نطم لوشكين في الكوتيل تحت شوفوا العجينة هنا كيفش يدفن الاستيك يعني ولا تتكسل وهذا هو يعني يعطيني خبز بزا شباب او نعاون في لازم نضرب ها دور نبدأ نزيد نسقيها بالحليب الدافي هنا انتي وش حبيتي اذا يدك متمكن في العجين احد ديري كاس كامل تها الحليب اذا يدك يعني تخافي وتها ب العجينة ولو انو العجينة ما لازم تخافيها وصيتكم مش هام اخترقتكم حب العجين باش حتى هو يحب كم باش حتى هو يفرحكم ديري نسك كاس يضطر ما شاء الله كنديرولو الحليب انا درت له كاس حليب كما را كنت شوفو ما كنتش هنكمل كاس ولكن حالات لازم يديني خفيف ما نخاف وش كامل لانو كلش هنحطوه في السنوة هاني كملت معاكم الحليب كاس ما شاء الله حليب دافي وش نقولكم يعطيكم وحد الهاشاشة الخبز تعكم يكذب اذا خبز بالسميد هاوليك الكاس اللي كيلتباه يكذب اذا خبز بالسميد ويجي طري وخفيف كما هكذا منزلت لولو الفار نادرت معكم عدة وصافات تعال الخبز شوفو العجينة كيفش ولت ولت طري مطاطية ولت كي شوين هننا نعرف بلي الخبز تعيح يجيني بزي شباب يجيني خفيف ويجيني قلتلكم اللي تهاب وتخاف العجين ما تكمليش الكاستال حلي يعني بشوية بشوية ما كيش احد تعل ما يكلش في نهار واحد معلش المهم دركة نغطي الى لعبات تعي ونخليها دركة تخمر على حساب درجة حرار المطبخ اذا كان الحال سخون بارد وبدأ يبرد الحال المهم خليها حتى نضاعف الحجم تح شوفوا العبات الله يبارك ما شاء الله شحال طلعت الله يبارك عندي سنيوة تاعي انا نحب نطيف سنيوة نحس دهنتها بالزبدة كل ما نطيف تفكر حبيبتي اللي هدت هالي يعطيها الصحة مارسي بوكو عيشا قاتو عيشا يعطيك الصحة قلت كل ما نخدم فيها نتفك دهنت سنيوة بالزبدة شجينا بنين خبز هذا ما ندلوش الزيت أنا ما ندهن بالزبدة ونهبط لابات شوفوها لابات طريقة بزاف ولكن يدي دهنتها بالزيت وهبط جوز شوية هكذا باقي مشيتها بيد دهون بالزيت والله غري سمحولي هنا راح للمقطع يعني حاجة سهلة تهبطوها وغير بشوية هكذا عيجت للا كيلين اكوش توهم جي وين شوف العجيم لازم تدخل ليا ماما ماما مو المهم لازم تمس عمبات لها الكسرة والكسرة نعطي لها تعجن لها تعجن دير كسيرة صغيرة ولكن هادي طريقة بزاف هب بريتني حتى فهمت باللي انبوسيب نعطي هلها هراه يتشوف مسكين هنا يدهنت الخبزة التاعي بصافر بيضة مع شوية الحلب تقدروا شوية الخلي يأتيكم انبلدوا يغلوا الخبز تاعكم وشوفوني كيرانين نرشن في الخبز التاعي شوفوا العبات حريطرية أنا نفرح كي نشوف العبات حريطرية لأنه على بل بلي حيات خبز طري خفيف بزاف زيت حطيت على شوية تعسان وتحطو هنا لازم باش يجينا الخبز الشباب كي تخمر لي يعني تلحق اللي نيفو تاع سنيوة ندخل ها الفوق اللي كنت سخنته مقبل على 180 درجة طيبة الخبز التاعي من تحت تحمل من بعد شعل تلو من فوق صالة النبي شوفوا الخبز كيف خرج لنا الفصالة والسلام عليك يا حبيب الله محمد راكو تشوفوا ما شاء الله هنا من أسرار الخبز انو كي نخرجوه من الفوق ما نطولوش علي نخله في سنيوة شوفوا سنيوة كيف تلقى وهذه بدت تشمخ بدت تتند تبدأ تلقى الماء وهذا كل ما يخسر لكم شوف كيف تند بغطو راح سخون يعني ما عطيت له شمين باز وش تقيق ولكن ندور بشوية على كامل حوافتها بالموس ولا بالأود هكذا ونقلب الخبستان نحطو سيو ونقري على شبكة ونخليه يرتاح نخليه يبرد نغطيه باش ما يجينيش يعني يابس نخليه حتين يبرد تماما لازم تنحول خبستان كم السنيوة وتحطو على شبكة وما تقطعوش حتين يبرد كمبلت مون غطوه بركو وخلوه نساوه حتين تقسموه هوليك الخبز ما شاء الله كيفاش جانا جانا الشباب جانا امتقب جانا مشهد كأنه مش يمخدون بالسميد يعني صعب بزاف أنك تخرج خبز الدار بالسميد ويكون خفيف كما هكذا كيت جربوا وصفة ميليسا كاهينة بكل فخر وفتي خار وبكل تواضع نقدم لكم هاد الوصفة اللي على بال يكون تبعوها تعودوا تديروا هاد الخبز لأنه صحيح خبز الدار فيه بزاف وصفات بالسميد بالفارينة بالسميد وفارينة ولكن البنة يبقاها ضرائي إن شاء الله تحتاموه البنة الكبيرة تعل خبز الدار كيتكون بالسميد وحده يجي بزاف منين ديروا الوصفة هاده وتأكدوا من نجاحها بارتاجيوها معايا في الفاج فيسبوك كوزين ميليسا كهينا على الانستغرام ذنين ورجوان در أنا هايلين بالرياليزازيون تاكم لك وتبعتوهم لي ونبارتاجيوهم مع بعض أنا مع لغي صفحتي الانستغرام ميليسا كهينا كوتلقوها وننتظر تعليقاتكم نحب نقرأ تعليقاتكم هنا ما تبخلوش على أخدكم بجام باش نطلعوا القناة هذي ويشوفوها ان شاء الله أكبر عدد تعالوا في الوحدكم فسحيحتكم نحبكم بزاف وسلام سلام